إذن بعد أن تعرفنا على بنية الجهاز التنفسي وعلى مكوناته وخصائصها سنقوم الآن بدراسة التبادلات الغازية في جسم الإنسان والتي يضمنها هذا الجهاز التنفسي إذن سننطلق ببعض الملاحظات الطبية إذن بعض الأمراض التنفسية تؤدي إلى انسداد المسالك التنفسية داخل الرئتين مثل الربو الربو اللي نعبره عليه باللغة الدرجة الفدة الناتج عن التلوث الصناعي مما يؤدي إلى ذيق في التنفس وعرقلة التبادلات الغازية بين الهواء والدم إذن أثناء الغرق في الماء يصاب الغريق بالإغماء وذلك نتيجة توقف إمداد الخلايا العصبية بالأكسجين وتخليصها من ثاني أكسيد الكربون مما يؤدي إلى موتها في ظرف ثلاث دقائق إذن بالتالي شبش يكون سؤالنا لهنا إذن كيف تحدث هذه التبادلات الغازية إذن داخل جسم الإنسان إذن وما هي المكونات المتدخلة فيها منتها التي تضمن هذه التبادلات الغازية إذن سنبدأ أولا بدراسة التبادلات الغازية في مستوى الرئتين إذن لنتمكن من دراسة هذه التبادلات الغازية في مستوى الرئتين يجب أن نقوم بمقارنة بين هواء الزفير وهواء الشهير لمقارنة هواء الشهير بهواء الزفير إذن ننطلق من هذه الملاحظات إذن يتم فتح نوافذ غرفة النوم لتجديد الهواء داخلها إذن ماذا يمكننا أن نفترض انطلاقا من هذه الملاحظة؟ إذن يمكننا أن نقول أن الهواء داخل الغرف يصبح غنية بثناء أكسيد الكربون بطبيعة الحال بعد قضاء ليلة كاملة في هذه الغرفة المغلقة إذن ننفخ على زجاج نافذة فنلاحظ قطيرات من الماء بطبيعة الحال نعرفه كننفخ على الزجاج قاعدين نخرج في هواء الزفير بالتالي هذا الهواء هواء الزفير هو هواء غني ببخار الماء الذي يتحول إلى قطيرات ماء عند ملامسته السطحة الباردة للزجاج إذن لنتأكد من صحة هذه الفرضيتين أو هاتين الفرضيتين إذن يجب أن نقوم بتجارب إذن سنبدأ أولا بهذه التجربة الأولى إذن في هذه التجربة سنقوم باستنشاق الهواء من الأنبوب ألف إذن سنستنشق الهواء من الأنبوب ألف عندما نستنشق الهواء من الأنبوب ألف نلاحظ أن ماء الجير لا يتعكر إذن بينما إذا نفخنا الهواء في الأنبوب با فنلاحظ تعكر ماء الجير إذن هذا دليل على أن هواء الشهيقي يفتقر لثناء أكسيد الكربون بينما هواء الزفيري غني بهذا الغاز معنتها ثناء أكسيد الكربون إذن لمزيد التأكد من هذا الاستنتاج سنقوم بهذه المقارنة بين هواء الشهيقي وهواء الزفير فيما يخص مكونات هذين الهوائين إذن نلاحظ أن هواء الشهيق حسب هذا الجدول إذن يحتوي على 79% من الأزاط بينما هواء الزفيري يحتوي أيضا على 79% من الأزاط بالتالي نسبة الأزاط في هواء الشهيق مساوية أو متساوية مع نسبته في هواء الزفير إذن نمر الآن إلى غاز الأكسيجين إذن نلاحظ في هواء الشهيق أن نسبة الأكسيجين تساوي 21% بينما نسبته في هواء الزفير تساوي 16.4% إذن هذا يدل على أن نسبة الأكسيجين في هواء الشهيق أكبر إذن مقارنة مع نسبته في هواء الزفير بينما نسبة ثاني أكسيد الكربون نلاحظ أنها تساوي 4.4% في هواء الشهيق و4.2% في هواء الزفير إذن هذا يدل على أن نسبة ثنائي أكسيد الكربون في هواء الشهيق أصغر مقارنة مع نسبته في هواء الزفير إذن نمر الآن إلى بخار الماء إذن نلاحظ أن بخار الماء نسبته متغيرة في هواء الشهيق لكن هواء الزفير يكون مشبعا ببخار الماء إذن بالتالي هواء الزفير هو هواء غني ببخار الماء إذن انطلاقا من هذه المقارنة يمكننا أن نستنتج أن أثناء التنفس يحدث تبادل غازي في مستوى الرئتين يتمثل في استهلاك الأكسيجين وترحي ثنائي أكسيد الكربون ترجمة نانسي قنقر